ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نعم للإساءة والإهانة طبعا احنا كنا ثمانية في البحر طالعين نستانس معاننا كبار في السن معاننا واحد عمره 65 معان القلب طالعين يغير جو يستانس معاننا والبغية بعد نفس الشي طالعين نغير جو خلص يومنا بنرجع للبحرين نرجع حقهالينا وديراتنا نتفاجأ أننا بدوريات قطر تحاصرنا ومين تحاصرنا تحاصرنا داخل البحرين ده الشي لنا من ديراتهم من الدول عندهم ده الشي لنا داخل عندنا البحرين وينزل لنا ينزلون لنا العساكر أملثمين ولبسين أسود وطراريدهم سود ينزل على طول العسكري يأخذ المفتاح يشيل المفتاح ما للطراد نعم يشيل المفتاح ما للطراد عشان على أساس أن أنت ما تتحرك بمكانك وما تأشرد أو أن تقاومهم ليش هذه المعاملة يعني تعاملين كأني أنا عدو يعني يا يكو حاربك مولا كأني أن أنا في عرض البحر وقعد أحدك ومعاي كبار في السن ومبندين محركاتنا وقعدين هذي تعامل يعني هذي هالتعامل يعني يعكس صورة يعني حسنة عنكم جدا يعني شي سيء سيء جدا ويأخذ الجي بيس مالك ويصادر على طول يشيل الجي بيس ليش تشيل الجي بيس أنا أدري أن الجي بيس موجود فيه أننا في إحداثياتنا وموجودين في الديرة داخل البحرين تقريبا سابع ثمانية ميل بحري عن الحدود مو عن قطر عن الحدود يعني ليش هذي التصرف ولما تقول له أن أنا داخل ديرتي ويشوف الجي بيس ما يعطيك مجال لأنك تتكلم نعم ما يعطيك مجال تتكلم على طول يقول لك عندك شيء عندك كلام هناك في التحقيق أي تحقيق هذي تقعد تقول كلام عود يعني بإمكانك أنك تقول لنا يعني أقل ما فيه تسوي لتعهد تقول لي مثلا أنت غلطان وتعهد ويلا فما الله عندكم شياب في الطراد يرجعون حقها ليهم يرجعون بيوتهم ما في حساس وسحبون على طول هناك التوقيف عندهم والتوقيف بعد هذه المعاملة في البحر هاللون وشلون لين وصلنا هناك التوقيف معاملة سيئة جدا يأخذون على التوقيف ثلاثة يام وربعة أيام هذه في الشمال في الرويس وعقب ما تطلع من الشمال الرويس يودونك سجن لبعاد طبعا البحارة اللي داشا وهناك عارفون سجن لبعاد أسوأ سجن أتوقع موجود هذه في العالم يعني سجن سيء سيء من كل النواحي مستحيل إنسان لو موجبور ما يدش هذه المكان كلش يعني المكان سيء معنى الكلمة ما في أي خدمات ثيابنا ثمانة أيام لابسين ثيابنا يعني الفانيلة ثمانة أيام والشورت عليك ثمانة أيام حالتنا حالة لا خدمات لا تلفون تتصل حق أهلك تطمنهم ليش هذه الوضع السيء ليش هذه العدوانية يعني هل أنا يعني هذي أنا وأنا خليجي وعربي يعني أنا أحصل هالشيء يعني هل أنا استوى هالشيء اللي يصير لي فجدا سيء معاملة سيئة ولبسونك حتى اللباس هذه البرتغالي لما يودونك المحكمة بالهفكري شون شون رضيت على نفسك أن تلبس يعني إنسان خليجي بحريني تلبسه هذه اللباس وهفكري وتراكف الباس وتودين نيابه والنيابة هناك بعد يعرضونك على هذه الغاضي يعني يعرضونك على الغاضي يحكم عليك لا تجديد 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 إلى متى التجديد هذه يعني لو ما سوين ضراب عن الطعام في السجن شون ما طلعنا إلى اليوم يمكن موجودين يعني كانوا يتمدون أكثر يمطلون في حبسنا هناك فياريت أن يكون هناك في حل حق هذه الموضوع الكثير ترى يعاني من هذه الموضوع مو بس إحنا ولازال الكثير يعاني يعني هذه مياه يعني غليمية مياه من حق أن نحن يعني نتونس ونحدق ونبحر فيها هذه حدودنا فليش نتعرف حق هذه الإساءة ياريت أن يكون في حل حق هذه الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا